الي اصدقائي معكم سامو طبعا هذا الفيديو يا صدقائي الكما شفتم بال عنوان طبعا هذا الفيديو الثاني تبع التحديث ريمبو هاي الجديد تبع سنة 2014 وطبعا في هذا الفيديو اريد اخبركم باماكن الصناديق السرية تبع هذا التحديث طبعا يا صدقائي الفيديو هذا جدا مهم بحيث انه الصناديق تبع هذا التحديث كثير صعب والله فلما جيت ابحث يعني بصعوبة لقيتها فأماكنها ما رح تختر على بالكم بسرعة يعني ممكن لو جيتوا تدورون تلاقونها شوي 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 فبس يا سقاي انتوا في هذا الفيديو رح تعرفون الأماكن بسرعة فأنا رح أدليكم على كل الأماكن فطبعا يا سقاي أول شيء عدد صناديق هذا التحديث هم خمسة فحاليا نحط كثير لايكات على هذا الفيديو واشتركوا بالقناة وشاهدوا الفيديو للأخر اللي حتستفادون وتعرفون كل التفاصيل وحاليا يلا نبلش الفيديو تبعنا فلتس جو حلو يا سقاي طبعا أول شيء ايش رأيكم بالأوتفيت حقي والله حلو والله طالعي جنن طبعا نفس ما توقعت ومر خرافية على شكلي أو شخصيتي شوفوا شكل الجاكت مر حلوة حتى الفقاعة اللي تباع العلكة اللي قاعدة تطلع من الفم يعني عشق مطبيعي شوفوا شلون والله كياته مطبيعية هذا التحديث كثير حبيته صراحة فبصراحة حاليا تعالوا نعرف الأماكن تباع الصناديق السرية هذه أول صندوق معنا في هذا الفيديو رح يكون في لعبة فاشن ستار يلا يا سقاي فمن أولها شفت الصعوبة ترى مر صعبين بس الأماكن تباعهم سهلين نوعا ما لأنه ما رح تحتاجون أشياء متعبة تمام بس ما رح تختار على بالكم فهي الفكرة فحلو دخلنا على لعبة الفاشن ستار بس ما رح نلعب تمام لأنه هدفنا أو أساسا نحن جايين فقط عشان ناخد الصندوق السري فأوكي أنا أعرف وين موجود الصندوق يمكن شفته فطبعا يا سقاي الصندوق يحتاج مشية البابي فرح تتساعلون كيف رح نروح على طابق أو قسم المشيات ورح نختارها تباع البابي هي موجودة أصلا شفت اخترتها تمام فهذا هو المطلوب منكم ضروري تأخذونها فطبعا يا سقاي الصندوق وين هيات وراي وين تتوقعون فيلا شوفوا الصندوق يا سقاي موجود عند هذا الزرع فطبعا يا سقاي عشان ما تتيهون هذا الزرع الموجود جنب الخانة أو القسم تباع البلوزات وتباع القبعات والسماعات فيلا ناخذه أخذته تقريبا وجواته ثلاث جواهر بداية حلوة بداية حلوة والله طبعا يا سقاي حاليا رح نطلع عشان رح نروح ورح ناخد الصندوق السري الثاني واللي كمان سعب نوعا ما هو السهل من أسماع قلت لكم ولكن سعب عشان تلقونه فطبعا يا سقاي هو موجود داخل الجنت روبوت أو العركت يلا ندخل let's go let's go طبعا يا سقاي ايش رح نساوي ايش رح نساوي يا ترى طبعا باختصار الصندوق موجود هون بهاي الغرفة حق المابات فطبعا يا سقاي رح نيجي هون آخر شي عند هاي المقاعد ورح نيجي ناخد الصندوق بكل سهولة وباختصار جوادي 800 كوانز حلو والله طبعا يا سقاي الصندوق السري الثالث نحن مرة قريبين عليه و اعطيكم بالاول آآ هيك تلميح تمام عشان تشغلون آآ عقلكم شويتين تمام كأنه اختبار طبعا يا سقاي هذا الاختبار رح يكون سهل الصندوق موجود جواة لعبة موجودة حاليا هون وهي اخر لعبة نزلت في بيك اكزي طبعا واضحة هي اكس ديراس فطبعا يا سقاي رح ندخل لعبة اكس ديراس طبعا هي صارت هون تمام فحلو بالمناسبة كمان هذا خبر يعني جدا مفرح للناس اللي حبت هذه اللعبة اصلا كنا عشقناها يا اخي والله حلوة فيلا ندخل عليها حاليا لازم ننتظر كالعادة 7 ثواني 6 ثواني 5 ثواني 4 ثلاثة 2 واحد واخيرا رح ندخل بعد ثواني قليلة كمان فطبعا يا سقاي الصندوق هذا سهل نفس الباقي ولكن ما رح يختار على بالكم هذه هي القصة والحين يا سقاي بعد ما دخلنا رح نختار واحدة من السيارات او الدراجات اللي رح تساعدنا فطبعا يا سقاي انا اه ارح ابتعد من كل هادلون ورح استخدم السيارة هاي الموجودة عند الكل فعشان تتأكدون انه الصندوق بامكانكم تاخذونه فتمام هو سهل بس المكان هو اللي صعب نفس باقيات الصناديق لانه حرفين ما رح يختار على بالكم فهلق يا سقاي بعد ما دخلنا وخلص الوقت او الثواني المطلوبة لازم حاليا اخبركم عن مكان الصندوق طبعا يا سقاي باختصار رح ترجعون لورا وهذا هو الصندوق طبعا نقفز اوكي وطبعا على فكرة ديروا بالكم لانه فيه سيارات ودراجات في بيكاكسي ما عم بتقفز فيه معقد هذا فاوكي اخذت من المحاولة الاولى واخذت جوات هذا الصندوق ثلاث جواهر والله حلو يعني الحد هستة بالمجموع اخذت اه ثلاث جواهر حلو فالصندوق السري الرابع يا سقاي رح يكون كمان اه سهل ولكن مكانه ما رح يختار على بالكم فاوين تتوقعوا يا سقاي انه رح يكون هذا الصندوق وين يا توراي اوه طبعا ايجي الليل شوفوا شلون فخلونا نكمل الفيديو بالليل طبعا يا سقاي الصندوق باختصار موجود في الجزيرة اللي كانت نزلت في تحديث الحيوانات لاتس جو حاليا نتعرف على مكان الصندوق السري الرابع لاتس جو فننتظر عشان يحمل اللي دخلنا لها الجزيرة تمام فصار لي يمكن ما ادري يمكن صار لي اسبوع ونص ما دخلت لها فما عرف لو صار فيها تعديلات تغييرات اضافات او اي كان بس ما في فهل العموم يا سقاي ايش رح نستخدم حاليا رح تستأجرون الروبوت اه مكة عشان اه تدمرون العمارات لانو يا سقاي الصندوق موجود بداخل واحدة من العمارات فاعتقد هي هاي فيلا نجرب بالحظ ايوة طبعا يلا نخرب اوكي فاعتقد هون هالبقي كمان عم بيضوروا شكلون فهو اخيرا نفس ما تشوفون الصندوق طلع هون اوكي فطبعا يا سقاي ايش رح نساوي رح نسخدم مكنسة او اي شي اوكي لانو ساعدنا فطبعا يا أصدقاي أركزوا معي تمام عشان نعرف مكانه طبعا يا أصدقاي هو ليش مخفي لأنه موجود بواحدة من الشضايا المتوزعة خلال المدينة فأول شي رح ناخذ الفئس أو الشاقور هذا تمام وحاليا رح أقول لكم باختصار وين بأي شضايا طبعا موجودة عند هاي الساخرة يلا نكسرها تلقا يا رح تتكسر تمام فوقف يعني أوكي أوكي حاليا شخصيتي تبع بكاكسي كسرتها فيلا ناخذ الصندوق بس حدروا أنكم تسقطوا أخذته وجوادت لا جواهر يلا هو حاليا يمكن كل الصناديق فيهم جواهر يعني بالمجموع أعتقد حصل بهذا الفيديو 12 جواهر أوه ماي جاد لأول مرة طبعا يا أصدقاء ضروري تاخذون الصناديق كلها تبع هذا التحديث لأنه انتو شايفين بعيونكم قديش استفدنا وقديش جواهر أخذنا والله أخذوهم يا أصدقاء لأن كثير رح تستفادون فبس يا أصدقاء هذا الفيديو اليوم بالكامل لو استمتعتوا واستفدتوا لا تنسى دعموا بكثير لايكات أنتظركم يا أصدقاء تنشرون هذا الفيديو لباقي أصدقائكم لحتى يستفادون وياخذون هاي الجواهر ولو بعدكم ما مشاركين اشتركوا وبس ما سلامه باي باي سلام